خلونا نبدأ أخبارنا من مدينة الجلالة في العين السخنة اللي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة جولة الرئيس شملت منتجع الجلالة السياحي والمنطقة الصناعية ومصنع الفوسفات ومجمع الرخام العالمي الرئيس السيسي التقى بعدد من المهندسين والمقاولين وأيضا العاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروعات اللي بتوفر أكتر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات واللي بتنفذها أكتر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يمكن زي ما احنا شايفين أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بيحاولوا بقدر الإمكان تواجد مشروعات كتيرة وسببها أنه هو بيبقى عاوز يشغل أكبر قدر ممكن من العاملين لأنه هو قال أنه عاوز مصر تنتهي فيها البطالة تماما في نفس الوقت بيشجع الإنتاج المحلي وده شيء كويس جدا